خليني قبل ما اتكلم مع حضراتك وفي اي حاجة اسرة طبعا برنامج المحترف واسرة قناة النادي الاهل كلها بنتوجه بالعزاء للشعب المصري كله بجميع اطياف ومسلمين ومسيحيين طبعا في حادث حريق كنيسة طبعا القديس ابو سفين في مبابا واللي يمكن انبارح راح ضحيتها يعني عدد كبير جدا 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 ناس كانت بتصلي في بيت ربنا واذا يعني ارادة ربنا يعني تكون كبيرة وحادث أليم كلنا بصراحة تقلمنا به بشكل كبير جدا جدا الحياة الفجاعة دية يعني كانت على مستوى ده طبعا الناعي النادي او قناة النادي الاهلي او نعي كمان النادي الاهلي في هذه الحادثة الأليمة بينعي طبعا أسر الضحايا وبيتمنى طبعا الشفاء للمصابين زي ما بقول لحضراتكم يعني كانت حادثة أليمة كلنا كلنا مسلمين ومسيحيين كل مصر يمكن اتفاجئة بهذه الحادثة والحقيقة مش مصر بس أنا بتكلم على العالم كله الفاجاعة دية تحرقت العالم كله وكمان العالم والقيادات السياسية المصريين كمان على مستويات كرة القدم خاصة وعلى جميع المستويات بصراحة أنا يعني بصفة شخصية على الفيسبوك كل اللي عندي يعني كانوا بيقدموا التعازي فيها طبعا أسر الشهداء وأسر الضحايا يعني عايزة أقول لحضراتكم أن العالم كله طبعا نتيجة هذه الحادثة تلع يعني بتعازيات كثيرة جدا جدا ونجوم من الأهلي ومن الزمالك ومن اتحاد الكورة كبار النجوم المصريين في العالم كله على سبيل المثال شفنا محمد صلاح وشفنا محمد النني أندية على مستوى ليبر بول على مستوى باير مونيخ على مستوى روما الإيطالي وغيرهم كتير جدا من النجوم والأندية العالمية الكبيرة يمكن محمد صلاح خاصة يعني عبر تويتر دي طبعا تعزيت نادي ليبر بول في ضحايا كنيسة أبو سفين بيتمنوا أكيد الشفاء العاجل لجميع المصابين كمان تويتت محمد صلاح نفس اللغة محمد صلاح نجمينا الكبير كمان بيتفاعل مع هذا الحادث وطبعا بيعزي أسر الضحايا وأسر المصابين وبيتمنى الشفاء العاجل للمصابين على مستوى كمان محمد النني ونجم الأرسنال محمد النني مبارع على حسابه الرسمي على تويتر وقال بتقدم بخالص التعازل الشعب المصري بعد الحادث المأسوي اللي وقع فيه كنيسة أبو سفين وأنعى طبعا وأنعي ضحايا الحادث الأليم من الإخوة الأجباط وأتوجه بخالص الموساء لأسرهم دعينا الله أن يمنع على المصابين بالشفاء العاجل عايز أقول لحضراتكو يمكن الحادث دوة أكيد كلنا كلنا كمصريين سواء مسلمين أو مسيحيين كلنا كان عندنا ألم كبير جدا جدا من روعد هذا الحادث وحادث أليم خاصة يعني ربنا يرحمهم ويعني أكيد هم دلوقتي موجودين في الجنة الأطفال الصغيرين والأسر كمان الله يصبرهم ويعينهم لأن الفجاعة كبيرة جدا جدا كلنا اتخضينا وكلنا حزيننا وكان يوم حزين على مصر كلها ولكننا بنتكلم على أن كل النجوم اللي حضراتكو أريته تلعوا بتويتا أو تلعوا على وسائل التواصل الاجتماعي بيعز أسر الضحايا الأندية وكل الناس بصراحة لكن يعني كمان استدات وطبعا استدات وقناة النادي الأهلي برضو يعني الناس دي طبعا وزي ما بقول لحضراتكو كلنا ده طبعا نعي ويبرزنتيشن لايف كل الناس كل الناس مش عايزة أنسى حد لكن كل الناس تأثروا بهذا الحادث الأليم ده طبعا نعي كمان يعني على الضحايا وعلى إن شاء الله بإذن الله الشفاء العاجل لجميع المصابين عايزة أقول لحضراتكو كلنا زعلانين وكلنا متضايقين وزي ما بقول لحضراتكو كل النجوم الكبار وزي ما شفتوا كل الأندية والمؤسسات الدولة على رأسهم طبعا رئيس عبدالفتاح السيسي كمان بينعي أو يعني بيبعد تعازيل لأسر الضحايا والمصابين لكن أنا على المستوى الشخصي عايز أشكر واحد عايز أشكر محمد يحيا محمد يحيا اللي نط من بيته طبعا هو كان نايم نط من بيته علشان ينقذ مش هينقذ بقولك أولاده لكن أهله محمد يحيا نموذج ليه المصري المحترم نموذج دي مصري بجد يعني كلنا زعلانين في وسط الألم دوت بيظهر دوء أبيض أو نور أبيض كده محمد يحيا نموذج ليه الإنسان عايزين نقول للإنسان المصري ولا حقول لمسلم ولا حقول مسيحي ده نموذج للإنسان المصري نط يعني علشان يعمل دوره عشان داخل اللي جوه الكنيسة اللي بيتحرقوا دول صدقوني دول إصحاب ولاده دول متربيين معاه دول في مقام أولاده بغض النظر مسيحي أو مسلم مصري ما فيهاش الكلام دوت واللي عمله محمد يحيا ده يستحق كل التأديل لو نتكلم على نجوم كبار زي محمد صلاح والنيني لكن في اعتقاد الشخصي أن النموذج الأمثل بيقدمه محمد يحيا بيقدمه من خلال حبه لولاده زي ما بقول لحضراتكم الولاد اللي اتحرقوا دول والناس اللي جوه هتلاقي فيه واحد صاحبه عشرة عمر هتلاقي ولاده مساحبين الولاد اللي جوه هتلاقي الببان مفتوح على بعض معظم الأوقات بيقدمها على بعض الحادثة دي حصلت في منطقة شعبية في منطقة صغيرة في حارة يعني وانا متربي في عبدين في حارة العلاقات بتبقى يعني ما قدرش أشرحها ما فيش مسيح ومسلم وما فيش الكلام دوت وانا متأكد لقدر الله لو كانت مشكلة حصلت أو الحريقة دي في جامع أول واحد حينوت حيكون واحد مسيحي لأن هي دي مصر ودايما هي دي مصر صدقوني ودايما للأسف بنفتكر دوت في وقت الأزمات يعني دايما آه ممكن نتخنق مع بعض شوية آه النواح الاقتصادية كل دوت ما عندناش أي مشكلة فيه وبناخد وندي مع بعض لكن أول ما تظهر مشكلة النسيج الواحد بيباني ودايما كلمة النسيج الواحد وأن مصر يعني ربنا حرسها ده ده حقيقي نموذج أكتر من رائع وأنا كنت أتمنى فعلا أروح وسلم عليه زي ما إن شاء الله هروح وزور الناس المصابة في المستشفيات لكن أول واحد هزوره هو محمد يحيى لأنه بيدي نموذج وبيدي مثل للإنسان المصري الأصيل بيدي صورة مضيئة لكل من يريد أن يخش في حتة المسيح والمسلم كل مرة كل مرة بتطلع بيطلع نموذج وبيخسر الحتة دي على مدار السنين اللي فاتت دي كلها نمازج كان بتطلع بتحاول تخرب في حتة مسيح ومسلم وقدرة إلهية رغم الحادث مؤلم جدا ولكن بيظهر محمد يحيى عشان يقول لا أنتوا مش هتقدروا إحنا نسيج واحد وطالما مصر موجودة يبقى مصر موجودة بشعبها بالموجودين فيها مسيحي ومسلم إحنا كلنا مصريين أنا هاني رمزي المصري المسيحي وغير محمد يحيى المصري المسلم إحنا كلنا مصريين وكلنا يعني متربيين في طراب هذا البلد